هذا هو ماكفوك برو الذي معي اليوم، لو قلت لك بمعالج M2 برو أو M1 برو لا ستعرف الفرق من الشكل لأنه فعلاً لا تغير من ناحية التصميم لكن عندما نتحدث عن المزايا الداخلية و المواصفات و الترقية التي حدثت، فنعم، هناك فرق واضح و ملاحظ فأذكر لك اليوم أهم المزايا التي حدثت بالأجهزة الجديدة و وقتها يمكن أن تقرر هل تأخذ M2 برو أو M2 ماكس أو إذا كان معك M1 برو و ترى أنها لا تفرق معك كثيراً فتبقى على جهازك، فنحن نتعرف عليها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هو الله ومسهلاً، وحيكم فيديو جديد معنا عبداللغفيص ويمكن من أكثر الأسئلة التي وصلتني عندما تكلمنا عن الإعلانات الجديدة التي أعلنت عنها قبل ماكبوك برو وأنه لا تغير أو أن الجهاز لا يوجد فرق من ناحية التصميم، التصميم الآن لا تغير، فأكيد أنه لن يكون هناك تغيير خاصة بأجهزة الماك التي نعرف أن التغيير فيها سيكون بعد فترة طويلة لكن على فكرة، هناك أحد الأشياء التي يمكن أن تفرق فيها الكابل الشاحن الماكسيف، إذا كان معك M1 برو أو M1 ماكس، سيكون باللون الفضي سواء معك اللون الفضي أو سبيس غري أو رمادي مثل الذي معي الآن أما لو معك M2 برو، سيكون لونها مثل لون الجهاز، هذه من الأشياء التي تغيرت أو الأشياء التي يمكن أن تعرفها من ناحية التصميم أو اللون، لكن دعني أتكلم عن المزايا والشياء التي تفرق معك من ناحية الاستخدام أول مهم هي المعالجات الجديدة، سواء M2 برو أو M2 ماكس، سيكون المزايا الرهيبة دعني أخبرك، ما هو الفرق بين الجيل السابق؟ المعالج الجديد أو M2، الجيل الثاني من المعالجات من قبل هو 5 نانومتر، لكن M2 برو فيه 40 مليار ترانزيستور وهي تقريباً 20% زيادة عن M1 برو، أما M2 ماكس فهي تقريباً زيادة أكثر من 10 مليار من M1 ماكس طبعاً، ما فايدة؟ أنه تزيد ترانزيستور بالمعالجات، عندما تزيد ترانزيستور، دعني أختصرها لك أن الكفاءة تكون أفضل، فالمعالجة تكون أسرع، كفاءة المعالجة تكون أفضل بشكل كبير، فهذه أحد الفرقات الأساسية والبسيطة والسريعة كذلك عندك الرام، كلنا نعرف أنه إذا حبيت أنك تزيد الرام في أجهزة الماكبوك برو، أعلى سعة كانت موجودة وهي 64 جيجا بايت، وهو رقم كبير جداً، لكن الآن صار فيك توصل إلى 96 جيجا بايت من ناحية الرام والتي أيضاً، أنا شخصياً لا أحتاج هذا العداء، لكن أكيد أن هناك أشخاص الذين يعملون على الإنتاج، وتحتاج مثلاً 3D والأمور هذه، فهذا يمكن أن يناسبك هذا الرقم الكبير، وهذا أحد الاختلافات الواضحة التي تستخدم مع الجيل الجديد بالإضافة إلى المعالجات الجديدة، فأجهزة الماكبوك برو الجديدة أيضاً منفذ HDMI فيها الآن HDMI 2.1، والذي يسمح لك أن تربط شاشة خارجية بدقة 8K ويعطيك 60 هيرت مع 8K، فهذه ميزة جديدة، وبتناسب المصممين والناس الذين يعملون على المنتاج بشكل كبير كذلك من ناحية الشاشات، أيضاً الثيندربولت الموجود الآن تستطيع أن توصل فيه شاشتين بدقة 6K على M2 برو، وتستطيع أن توصل شاشة 4K وشاشة 6K يختلف التردد، فالـ 4K يمكن أن تعطيك حتى 144 هيرتز، وهذه أيضاً ميزة، بينما 6K تعطيك حتى 60 هيرتز، لكن لو معك الجهاز بالM2 ماكس، فتستطيع أن توصل أربع شاشات من خلال الجهاز، ثلاث شاشات تكون بدقة 6K من خلال الثيندربولت، وشاشة ممكن تكون بدقة 4K من خلال HDMI، فميزة جديدة موجودة بهذا الجيل الجديد، وهي كثير من الناس تخدمهم خاصة في مجال الإنتاج والتصميم أو مجال الإنتاجية والأعمال بشكل عام من الحاجات الرهيبة، أيضاً ما أعجبتني أن الأول مرة الآن أجهزة الماكبوك برو وكذلك الماك ميني تدعم معيار الواي فاي 6E، أيضاً البلوتوث 5.3 وهذا يعطيك مزايا أفضل من ناحية الاتصال، وكذلك أداء البلوتوث وواي فاي أيضاً الموثوقية أكثر من ناحية الاتصال، أيضاً هناك ميزة رهيبة جداً، والتي جعلت الماك الجديد يكون أفضل ماك من ناحية البطارية، هذا يجعلني أرجع إلى موضوع المعالجة قليلاً، فإذا نرجع إلى M1 برو و M1 ماكس، كم يوجد هناك نوعاتين التي تعمل على الأداء العالي؟ بينما M2 برو و M2 ماكس يوجد هناك أربع أنوية التي تعطيك الأداء العالي، فهذا يجعل أجهزة الماك الجديدة تحمل إلى استخدام ثقيل مع صرف طاقة أقل، وبالتالي تحافظ على البطارية، الماك الجديد يعطيك حتى 22 ساعة أداء للبطارية على أصدار 16 إنش، فهذه مجموعة من المزايا الجديدة أو من الفرقات التي جاءت مع جهزة مكبوك برو ومعالج M2 برو أو M2 ماكس، أتمنى أن هذه الفرقات كانت واضحة، وهذا الفيديو قدم لك الفرقات الخاصة بالجيل الجديد، لكن كالعادة، اكتب لي رأيك بالتعليقات، هل أنت مثلاً معك الأموان برو، أنه يتأخذ M2 برو؟ طبعاً إذا كنت تريد أن تأخذ جهاز جديد، أقول لك توجه مباشرة إلى M2 برو، دعم أكثر، يعني بتضمن أنه يعيش معك مدة أطول، كالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفك في فيديو جاي، والسلام عليكم.